أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تألو جهداً في سبيل تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين مع العمل على حلها بشكل يتيح الاستثمارية المواتية خلال ترأسه اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين أشار مدبولي إلى أن الوحدة منذ إنشائها تعمل على حل المشكلات قبل الوصول إلى جهات التقاضي أو التنازع مؤكداً العمل على وضع حلول غير تقليدية لسرعة حل المشكلات وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه يتابع الموقف التنفيذي لعمل الوحدة مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وشهد الاجتماع عرض التحديات المتعلقة بعدد من الملفات المختلفة وتمت الموافقة على عدد من الحلول المقترحة وسيتم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء فضلاً عن متابعة عدد من المشكلات الخاصة ببعض الشريطات واستعراض الحلول ترجمة نانسي قنقر